الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحييكم ورحب بكم مع برنامج الدولة التي احلم بها وحديثي في هذه الحلقة حول المرأة الراقية المرأة الراقية هي المرأة التي نتمناها ونقدرها ونحلم بها ونرقى بفتياتنا ليصلوا اليها مرأة متدينة وفي نفس الوقت مشاركة في بناء حضارتنا الحضارة لن يبنيها الرجال وحدهم كما يقول شيخنا واستاذنا الله يرحمه دكتور حسان حتحوت كان يقول لا يمكن بناء حضارة تقفز على رجل واحدة تحجل على رجل واحدة وهذا صحيح فعندما نرتقي بالمرأة لتشارك في الحضارة عندها نكون عندنا امل في بناء الدولة التي نحلم بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال أساسي جدا في كل حديثنا وفي كل فهمنا وتعاملنا مع المرأة الحديث عن الاهتمام بالمرأة اليوم صار حديث شائع وكل الدول العربية تتكلم عن المرأة وتمكين المرأة وهذا الحمد لله في تغير جذري في هذه المسألة لكن أنا سأحدثكم عن واقع بالإضافة إلى هذا الحديث اليوم عندنا مشكلة حقيقية أن النساء صحيح أن شقائق الرجال لكن ثابت علميا وإحصائيا أن الحقوق غير متساوية إلى اليوم حتى مع الدول التي تتكلم عن تمكين المرأة حتى في أمريكا نفسها في أمريكا نفسها نسبة رواتب النساء بالنسبة لرواتب الرجال من نفس الشهادة ونفس الكفاءة ونفس سنين الخبرة هو 81% هذا في أمريكا نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا إذا أخذنا كل أنواع المناصب القيادية العليا وزارات برلمانات شركات كبرى ومنظمات النسبة في أمريكا حاليا هي أمريكا هي 16% فقط طيب هذا في الغرب وفي أمريكا اللي سنين سبقتنا بتمكين المرأة فما بالكم ببلادنا اليوم لما يكون عندنا وزارة فيها 15-20 وزير وفيها امرأتين ما حطينهم بس تطيب خواطر قد وهذا للأسف أحيانا يحطوا امرأة ما عندها أي كفاءة بس من باب أن عندنا امرأة هي النتيجة النهائية أنها تسيل النساء لأن عندما تدير وزارة وتديرها بعدم كفاءة يصبح عدم قناعة بأن المرأة تستطيع أن تدير تستطيع أن تحكم يصير إعادة نظر في هذه المسألة وإعادة نظر ولذلك ثابت ثابتة أن في أمريكا الرجال اللي أعمارهم فوق الخمسين سنة لا يقتنعوا في أغلبهم بأن تقودهم امرأة هذه الاختلافات بين الرجال والنساء ثابتة في الغرب وثابتة في الشرق وللأسف للأسف عندما نتكلم عن دولة الإسلام فورا فورا ستأتي في أذهان الناس المفكرين المنفتحين ويعني خاصة العلمانيين وغيرهم أنها دولة متخلفة ودولة تطهد المرأة والسبب أن تاريخنا سيء تاريخنا أساء أساء شديدة جدا للفتيات والنساء هذا صحيح هذا واقع يعني لما نجد في تاريخنا وهذا ثابت أن تمر أكثر من مئة سنة وأكثر على قرار منع الفتاة من التعليم في عدد من الدول ممنوع التعليم للفتيات نخلي الفتيات هذه للبيت ممنوع للتعليم هذا التطبيق سيء جدا عندما نرى في تاريخنا أن عندنا مشكلة حضارية أذكر لما سويت برنامجي نساء خالدات وجد ظاهرة واضحة جدا ادرسوها ظاهرة شوية غريبة نساء خالدات أنا حبيت أضرب نماذج من النساء المميزات في تاريخنا ليكننا قدوات لفتياتنا اليوم وجد ظاهرة غريبة جدا أن في الجيل الأول جيل الصحابيات مثلا وجيل التابعيات أعداد كبيرة خذوا نقي ما أعرف مين أترك و مين أخذ من كثرتهن فاضطريت أن أنتقي لما جيت للأجيال المتأخرة ما عدا الخمسين سنة الأخيرة قبل ذلك أبحث عن نساء متميزات بالقطارة نادرة جدا بتعب شديد والمعلومات عنهن قليلة واضح جدا أن المتميزات في تاريخنا قليلات جدا جدا إذن نحن نريد نساء عندهن فرص عالية في الترقي عالية في المناصب نسب متساوية حقوق متساوية في الرواتب هذا الحلم الذي نطمح إليه حتى نصل إلى امرأة متدينة كما ذكرت و راقية في أخلاقها ومشاركة في بناء حضارة وهذه المسألة تبدأ أولا بالحقوق ثم بعد ذلك بالتطوير وهذين الأمرين سأحدثكم عنهما بعد الفاصل الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع المرأة الراقية في الدولة التي نحلم بها وخلوني أحلم بالمرأة الراقية في دولة الإسلام القادمة أحلم أنا بمرأة أولا أخذت حقوقها الاجتماعية كاملة فمثلا حقوقها الزوجية فما في عليها ظلم وما في أحد يروح والله الزوج يتزوج من وراء زوجته ولا يطلقها وهي ما تدري ولا يتزوج زواج عرفي لا 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 اللعب هذا والزواج المسيار وكذا خلينا منها اللعب هذا كله ما عندنا هذه الحركات الزوجة من حقها أن تعرف إذا زوجها له زوجة ثانية وترضى وإذا ما هي راضية من حقها أن تخلع هذا عقوق زوجية من حقها طبعا أن المهر الذي يتم بالزواج هذا ملك للزوجة وليس لعبيها وبالتالي يسلم لها ما يسلم لأهلها تيسير الخلع مثل ما نيسر الطلاق للرجل نيسر الخلع للمرأة هذه حقوقها وأيضا نعطيها حقوق الحضانة للأطفال عند الاختلاف اليوم كثير من حقوق الحضانة تظلم المرأة فنحتاج أن نعدل القوانين بحيث ننصف المرأة أكثر في كثير من الدول الجنسية تتبع الرجل ولا تتبع المرأة ليش هذا حق مواطنة فمن حق أولادها كذلك ليش تتبع الرجل ولا تتبع المرأة كثير من هذه الأمور يجب إعادة النظر فيها أيضا أحلم بأنها تأخذ الحقوق المالية كاملة ليس فقط حق المهر وإنما أولا لها وهذا في الشرعة لها حق الإنفاق عليها المرأة في ديننا من حقها ألا تعمل هذا حق مكفول للبرأة سبحان الله يعني الله سبحانه أكرمها إكرام شديد أنها يجب أن ينفق عليها أبيها فإن لم يكن فأخيها أخوها يجب أن ينفق عليها أبوها فإن لم يكن فأخوها إذا كانت متزوجة زوجها لازم يعني أقاربها مسؤولين شرعا على الإنفاق عليها ولا يجب عليها أن تعمل هذا هذا حق للأسف غير ممارس في كثير من الأماكن من حقها أن تعمل إذا شاءت وتختار عملها وعلى فكرة لا يجوز لنا أن نحدد لها الأعمال التي تناسبها والأعمال التي لا تناسبها هذا هذا حق هي تقرر هي تريد أن تشتغل تقود تركتر هي حرة حتى في الإسلام يعني نحن نفخر بخول بنت الأزور التي كانت تشارك في الجهاد في سبيل الله وبعدين نقول ممنوع المرأة تختار تخصصها ليش ليش نفخر فيها هذه اللي كانت يعني تقاتل على فرس كانت فارسة تقاتل على فرس وكذا ليش نفخر بها المفروض ما نفخر بها إذن القيود التي إحنا أضفناها على المرأة هذه قيود يجب إلغعها يجب إيقافها أيضا القيود السياسية التي على المرأة هذه يجب أيضا إيقافها المرأة من حقها أن تشارك في السياسة وتشارك في الحياة وتصل إلى كل المناصب وتصل حتى إلى رئاسة الدولة هذا هذا كلها حقوق هي لها حقوق مكفولة النساء شقائق الرجال هذا هو الأصل أن تأخذ نفس الحقوق مثل الرجل أيضا من المهم جدا أن بعض القيود التي وضعها بعض الناس على قضية وصول المرأة إلى القضاء ولا إلى الفتوى يعني مناصب دينية عمليا لماذا لماذا هذه القيود يعني إحنا كلنا نعرف مثلا ابن تيمية من هذه تيمية تيمية جدتها انتسب إليها لماذا لأنها هي التي علمت العلم الشرعي ابن حزم الأندلسي أمه علمت العلم الشرعي تكلم عن كبار كبار علماء الأمة يتعلموا العلم الشرعي فما في قيود على القضاء ولا على الفتوى ولا لا لا مفتوحة كل هذه هكذا أحلم في دولة الإسلام والحمد لله كثير من بلادنا وصلت إلى هذا المهم كل الفرص القيادية كل الحقوق المالية النفقة المهر الميراث وعلى فكرة في قضية الميراث طبعا الميراث جاءت فيه نصوص شرعية محكمة وتلك حدود الله فلا تعتدوها لكن هذه المسألة يجب أننا نطبقها صح التكلم أستاذنا الله يفرج عنا صلاح سلطان دكتور صلاح سلطان في كتابه عن الميراث عن 19 حالة 19 حالة المرأة تأخذ فيها ميراث أكثر من الرجل 19 حالة فإذا بس المفهوم العام أن المرأة مظلومة في الميراث الشرعي يجب تعديل فهم الأمة له ونبين لها للأمة هذه الحالات حتى نعدل نقص العلم الذي عندهم أحلم بامرأة تصل إلى مكانة عالمية في التعليم في المناصب في القدرات في الإعلام في الفن في غيرها وتختار تخصصها بلا عزل وأحلم في النهاية بأن كل امرأة تلت يعطى زوجها إجازة أبوبة حتى يشارك في مهمة التربية هذا حلمي وأستودعكم الله ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله نحن نريد نساء عندهن فرص عالية في الترقي عالية في المناصب حتى نصل إلى امرأة متدينة كما ذكرت ومراقية في أخلاقها ومشاركة في بناء حضارة